عشان بقى قلت كل اللي في نفسي واستحملوني وانا عارف الحلقة دي هتجيب لنا واجع دماغ بس ايه خلينا ماشين لحد الاخر الله يرحمه الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزي من حزبة كده كنا في نيويورك أول زيارة للسيد الرئيس للأمم المتحدة 2014 زمالي ممكن نسح 14 أو 15 شفاك قال لي بص بقى أخبار اليوم عندها حتة أرض ما قولكش احنا بقى هنبني عليها بورج بورج كبير والبورج ده عن نيل وهنأمل حاجة أباق 2014 يعني كده من 9 سنين صح الله يرحمه الكهاز فبدأت أخد ودي فكرة أنه حاجة عظيمة حاجة مشرفة فبدأت أقرأ شوية في الحكاية بتاعت الأراضي والعقارات المملوكة للمؤسسات الصحفية وكان عندي برنامج كنت بقدمه من 4-5-6-7 سنين كده تلعت قلت فيه لابد من إعادة النظر في الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية طبعا فيه ناس زعلت مني بس أنا يعني بقولها طبعا وهم أساد زكبار وأكيد متخصصين أكتر مني وأكيد ده العاصمة الله ما صلي عننا يا أخي الله ما صلي عننا بص شوف ده كله تعامل بمكسب بمكسب يعني أنت كسبان ما هو برضو يعني هيئة المجتمعات العمرانية دي لازم تحمل مؤتمر صحفي تقول عندها عندها فلوس قد إيه يعني شركة العاصمة أو هيئة المجتمعات ما يعني أعتقد أن يعني فيه رباط قانوني بالتني شركة العاصمة شركة مستقلة بيقولي ما هو شركة العاصمة اللي أعلنت عن الجمعية العامة بتاعتها قالت اعتمدت ميزانية في عشرين مليار أهو ده واقع مش ده مش مكت ده مش مكت ده بقى مش بتاع علي بيه ومحمد بيه ده بتاع أنا وإنت ده بتاع كل الناس ده بقى عماره يا أخي ده ده لو حصل حتى العمار ده من غير مكسب انت كسبان ما بالك بقى أنه فيه مكسب خرافة في الاستثمار في العاصمة بص شوف الحداثة بص شوف الجمال أنا بقول لحضرتك اللي اشترى الشقة دي من سنتين كان تمانا كام والنهاردة تمانا كام الكلام ده فيه ناس سكنة بقى يعني خلاص ناس سكنت والوزارات هناك ولما تحب تروح تقابل الدكتور معي تلازم تخبط مشوار لحد العاصمة وكل حاجة فده صنع إديك وده ده صنع بأيادي وأموال المصريين والدولة المصرية كذبت من وراه ده اسمه النجاح بقى فالمواطن المصري كذبان ايه؟ الحصيلة العقارية والحصيلة المادية لمثل هذه المشروعات هرجع تاني للموضوع بتاع العقارات المملوكة للمؤسسات الصحفية وأرجو ما حدش يزعل مني فمن يوم ما لا رحمه ياسر رزي تكلم معي في الحكاية دي وأنا اكتشفت أن المجلس الأعلى للصحافة هو المنوط به إدارة هذه المحفظة أو أعتقد أنه يجب على أي مؤسسة سواء كانت الأهرام أو الأخبار الهيئة الوطنية للصحافة الهيئة الوطنية للصحافة هي المنوط بها الإشراف على مراجعة الصحف أو التصرف في هذه العقارات أنا سؤالي اللي سألته من سبع سنين وبرضه قد أكون ما عنديش معلومة يعني ممكن هم يدخلوا دلوقتي يقولوا لي لا حاسب ده إحنا كان عندنا أرض بتمانية مليار خلناها بعشرين مليار ده عظيم سلام بس أرض أخبار اليوم ما حدش حقرب لها لحد الوقت ولا أنا غلطان حد من أخبار اليوم اللي معانا من الصحفين حاجة حصلت للأرض دي لسه أكيد حد يروح يتأكد ماشي لا لسه أكيد السؤال لماذا لم تستغل دي فلوس مصر وممكن تكون استغلت وأنا معرفش أرجوكم ولو سمحتوا يعني قلولي كيف استغلت وأنا معرفتش ممكن أنا في حاجة في تاني طب مين بقى يقول للناس يلا بهينا يعني وزميلي بيقولولي أن في يعني أحد مواد القانون اللي هي الوطنة للصحافة أن هي المنوض بها التصرف في هذه الأصول ورئيسها طبعا مهان سعب صادق شرباجي وواحد بالناس اللي أنا أثق فيهم تماما بس برضو يعني السؤال الموضوعي المتجرد من أي شيء لو تصرفتوا في هذه العقارات والتصرف أصفر عن عائد استثماري تعالوا قولنا عشان نقول في الإعلام ونبقى مبسوطين بس أرض أخبار اليوم ما حصل لهاش حاجة يعني كم مليار اللي هما تماما الأرض دول ما حتش قرب لهم من يوم ما يسر رزق الله رحمه مكلمني أخشى أخشى أنه قد وقد دي مهم جدا قد يكون هناك إهدارا للملعة لأنه ضياع الفرصة الاستثمارية إهدار الملعة أنت في إيدك أنك تستغل البتاع دي تجيب لي مصر مئة دولار كل يوم ما عملتش كده طب والمئة دولار ما أنا أقول لا ما أنا أقول أصلي فيه معوقات قول لرئيس الوزراء روح قد الملف كده معاه المكان ده هو ويبعد تقرير قول أنا وقفت لأن عندي واحد اتنين تلاتة حمله هو المسؤولات التاريخية لكن دي أراضي كتير يا جماعة وأصول كتير جدا تعالوا نفكر مع بعض تعالوا نشوف الدنيا هتمشي إزاي إحنا في عرض أي فكرة هي لابنة استبداد الأراضي دي إيه دي فكرة دي فكرة يعني يعني هو هو كل الحكاية إن فيه مدير شاطر ومدير كسول المدير الشاطر جه يا عم فين الأراضي بتاعت مصر يعني الشفان دي ملاسي محمد بي وعلي بي كل واحد كان عجبته ومحطة أرض فقعدوا تلاتين سنة يستنفعوا بيها طب ومصر أخبارها إيه مع محمد دي وعلي بي لا الحقيقة إحنا كناش بقى بنكلم محمد بي وعلي بي لأنهم كانوا قرايب مصر من إخوات شواء يعني طب أنا بتاع مصر الجديد بقى يلا حبيبي أنت وهو هات فلوس البلد فكرة وإرادة فكرة وإيه وإرادة ويطلع على رئيس سيسي في التلفزيون يقولهم إيه كل محافظ مسؤول وقدامه تلات شهور هي دي اسمها الإرادة يبقى الفكرة وبعدين الإرادة والمتابعة بقى المتابعة متابعة التنفيذ القرارات فحضرتك ملك الأرض لا معك عقد ملكية لا قعب بتعملي وضع يد أنا أسم عفتح سيسي أخذها بالقرون فبالتالي لم يحدث أي نوع من أنواع الجدال مفيش جدال أنت وضع عادتك بشكل قانوني أو لو وضع عادتك بشكل قانوني كانوا بيسهلوا عليهم ويقننهم الأوضاع فكرة وإرادة ده اللي دخل مليارات مليارات آخر حاجة ودي بقى اللي بعدها عادة المزيع بيودع زميله في الستوديو عشان ممكن يتلقى أخبار مش لطيفة النبي يا ابن أنا عندي مكنة سبريسو جايبة في القودة بتاعتي لو حصل حاجة بحطها لي في العربية أنا عايزة قابل وأنا رايح بالمستثمر يعني مش عايزة قابل سيادة السيادة يعني أنا عايزة بناس العادية يعني سيادة السيادة أمش أقول أكتر من كده حسنا ايه أنا عايزة قابل ناس عاديا ناس من اللي هو أدخل المكان ما يتاخدش مني التليفون ولا تفتش ولا بقى عامل كده وأنا داخل المستثمر وداخل ولا بقاعد مع سيادة السيادة ما هو سيادة السيادة ده هتعامل معاه ازاي أنا يا راجل بحترمه جدا وبقدره جدا بس في الحتة التانية مش في حتة بتاع البزنس في حتة بتاع البزنس عايزة أخد ودي وفاصل معاه وأقول له وبتاعه ولو هيشاركني أنا عايزة أخد الحتة الأكتر وده طبيعي وده طبيعي وعايزة أتأخر عليه وفاصل في الغرامة وأعمل مش عايف إيه مش عما أتأخر إيه وليه بقولك إيه أنت عارف فاهم عندنا تحت قوضة بنعمل فيها يا عم أنا لقوضة ولا بتاع أنا عايزة استثمر سيادة السيادة مش بالموضوع بقى صعب أنا عايز البزنس يبقى بيديره الناس العادية اللي هو ندخل بالتليفون ونقعد ونتكلم وممكن ما نخافش وحياة كتيرة كده لأنه الحتة الحتة دي لها عهبة ولها مكانة أدبية جوانا الحتة دي حاجة عظيمة جدا بس في البزنس هو بالنسبة لي ألفه به بالنسبة لي دي أرقام فأنا مش هقدر أهد قدامه وأنا أمثل مستثمر وافتكر أنه هو من هو يعني وهو من هو فعلا أنا كلها هافتكر أنه بالنسبة لي الشريك بتاعي أو الشخص اللي أنا المفروض أن أنا أتشطر وأخذ منه أكبر قد وأنا بتشطر ما يزعلش يعني يعني ما بقاش أنا مش وطني مثلا أو مثلا باجع لحق مصر لا ده هي العملية كده ولو يعني شدينا مع بعض روح بيتنا عادي دي أنا جاي أستثمر بس الحتة دي كده عشان ما نعملش واجع دماء أكتر ده موضوع الاستثمار اللي أنا معلش كنت داخل يعني وقعدت ساعتين تلاتة أتكلم في أهمية الاستثمار ده جماعة يعني أعتقد أنه مش هيكفه لأنه إحنا في عرض كل دولار يجي البلد يا كل موظف في مصر بتسمعني من أصغر موظف لحد رئيس الوزر وأنا ما قلتش رئيس الجمهورية ليه معلش أنا كنت ممكن أقول ما أصغر موظف لحد رئيس الجمهورية أنا كنت شاهد كنا مع سادة الرئيس في نيويورك وعلى غير العادة قالوا والله في مجموعة من الإعلاميين هيعودوا جلسة لقاء السيد الرئيس مع 12 شركة أنا بقول لحضراتكم رواية للتاريخ فأنا حدت قلت يعني يا ترى الحوار ده يبقى إيه أو لغة الحوار مع الرئيس ومعه ما تبقى إيه أو يعني هيبقى حوار يشرح الجوانب السياسية أن هناك استقرار وأن هناك أمن وأنا استطيع أن نفعل وكلام من اللي هو العمومي ده أنا رأيت رئيس سيسي بفاصل أنا رأيت رئيس سيسي دي بكام ودي بكام لا أنا مش عاجبني الرقم ده أنا عايز الرقم كده أنا مش قلت لك الفرصة الاستثمارية دي في أفريقيا لما رحتها مش أنا أنا صاحب الفكرة الديني بقى قصدها كده كاجتماع بيزنس يعني يعني اجتماع حد بتاع بيزنس قاعد بيجيب آخر الناس وهم من هم بقى يعني الاثناشر رجل اللي قاعد دول أسماء فضاع يعني ونجح الرئيس سيسي في تخفيض أرقام غير طبيعية غير طبيعية وأنا أرجو برضو تاني معلش ما هو من باب بقى أن احنا داخلين انتخابات رئاسية ممكن يعني أنا نشدت رئيس الدوان قبل كده ما تقولون أن الاجتماعات دي كمان مع رئيس الجمهورية عندما ينتهي الوزير في الملف بتاعه بيجي الوزير يقول له يا فندم أنا وصلت الحد ده إن أشتريه بألف دولار يقول له هتلي بقى الراجل بتاع ده كده يجي قابر رئيس الجمهورية اطلعنا بال650 أنا بقول لك واقع والله طيب ما تجيبوننا الكلام ده يا جماعة ما تدوني أمثلة عشان نشرح للناس مش ده وقت التقييم بقى فيكل موظف بتسمعني من أصغر موظف لرئيس الوزراء أرجوك ضياع الفرصة الاستثمارية في هذا التوقيت خيانة للوطن خيانة للوطن التكاسل مجرد التكاسل في الوقت اللي البلد فيه محتاجة خيانة للوطن اللي يقدر يعمل حاجة يعملها رجال الأعمال اللي يقدر فيكو بعلاقاته الشخصية يدعو المستثمين اعمل كده أرجوك مش بس الحكومة كل المؤسسات كل الوزارات لابد أن تكون وزارة الاستثمار لو وزير من الوزراء رايح يقابل حد بر مصر وشاف فرصة استثمارية قل له خد معاك الأجندة الاستثمارية بتاعت مصر وانت رايح كل السفارات لازم عندها الأجندة الاستثمارية بتاعتنا الفرصة الاستثمارية أرجو وأتمنى أنه ما حدش يزعل مننا من هذا الكلام لأنه إحنا يعني هنقوله كتير ما بنحرمش لكن يعني ده واجبنا وده دورنا أنه إحنا دايما نتحدث في مثل هذه القضاء